قبل ما نتكلم عن الاهلي تعالوا نتكلم عن الدوري نفسه اللي هينطلق في نسخته الجديدة النسخة رقم 65 غدا بإذن الله موسم تعالوا نستعرض جولته الأولى اللي هتنطلق غدا بلقاء وحيد سيجمع ما بين البنك الاهلي وطلاع الجيش وباقي المباريات في هذه الجولة كالتالي طلاع الجيش هيستضيف البنك الاهلي ساعة 7 في جهاز الرياضة لحد مبارح كان طلاع الجيش بيعمل السفقات آخرها عمر طارق عائدا من الولايات المتحدة الأمريكية البنك الاهلي برضو وصف بأنه من أفضل مواسم الانتقالات ويتواصل على رأس الجهازين الفنيين مديران فنيان يكملان ما بدآه الموسم الماضي زد هيلعب مع الإسماعيلي في الجولة الأولى أيضا يوم الثلاثاء وفي نفس اليوم الأهلي مع المصري البورسعيدي أما يوم الأربعاء فالدخلية مع أمبي المقاولون العرب مع بلدية المحل سموحة مع العائد الجونا يوم الخميس فاركو مع فيوتشر الاتحاد السكندري مع سيراميكا كليباترا وعلى ذكر سيراميكا وعلى ذكر فاركو فالنهاردة محمود البدري انضم من سيراميكا كليباترا إلى فاركو لدعم خط الدفاع وبيراميدز في قمة الجولة يلتقي مع الزمارك في السابعة من مساء الخميس بما أننا بنتكلم عن بداية دوري فممكن وصفه بأنه الكل ربح مبدئيا المليون فقط لمشاركته في هذه النسخة ولا قرار من رابطة الأندية أنه 18 فريق بيحصل على مليون جنيه قبل بدء المسابقة لكن الهدف الأوضح هو أنه مع المليون من سيتوج من سيشارك قاريا بحكم مركزه في المربع الذهبي من سيصارع مبكرة من أجل البقاء من سيبقى في النهاية من سيهبط تعالى نستعرض أبرز الأرقام والمعلومات عن النسخة 65 من الدوري بداية بطل الدوري غير المليون اللي هياخدها هياخد 5 مليون جنيه عدد المشجعين زادة في المباراة الوحيدة إلى 10 ألاف كان الأول 3 و 3 دلوقتي بقوا 5 و 5 لكل فريق استمرار إقامة مواجهتي الأهلي مع الإسماعيلي على ملعب برج العرب ويستمر أيضا إقامة مباراة المصري على ملعب برج العرب رغم محاولات إقامتها في السويس مدربون المصريون في الدوري المصري 12 من أصل 18 هم الكابتن أحمد سامي من سموحة تامر مصطفى مع أمبي عبد الحميب بسيوني من طلاع الجيش شوقي غريب من المقاولين العرب مجدي عبد العاطي من زد أحمد عبد الرقوف من البلدية علاء عبد العالم من الجونة إيهاب جلال من الإسماعيلي علي ماهر يقود المصري طريق العشري قائدا لأول مرة للاتحاد ناديه السابق أيمن الرمادي يقود سيراميك ريباترا بعدما توجى معهم بكأس الربطة بنهاية الموسم ميمي عبد الرازق مع الداخلية أما على مستوى الأجانب فهناك ستة مدربين السويسري كولر من الأهلي وسوريو الكولومبي مع الزمالك الفورتغالي باتشيكو من بيرامدز ومواطناه برونو روماو مع فاركو وريكاردو فورموزينيو مع مودر فيوتشر أما القبروسي بابا فاسيليو فيقود البنك الأهلي استمر من الموسم الماضي أحد عشر مدربا مع نفس الفرق كولر